اعلام النظام يروج مجدداً لعملية عسكرية على أدب ويلمح لقرب انتهاء اتفاق خفض التصعيق قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء المعركة الأخيرة لإخراج تنظيم الدولة من آخر معاقله بدير الزرع تحذيرات من كارثة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بسبب سوء الخدمات وعدم توفر المواد الأساسية أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة حيث قالت صحيفة الوطن المولية إن قوات النظام دفعت بتعزيزات عسكرية إلى أرياف إدلب وحمى وحلب في مؤشر على ما يبدو لقرب إطلاق عملية عسكرية هناك ووصفت الصحيفة اتفاق إدلب بأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة يبدو أن وسائل الإعلام الموالية للنظام بدأت بقرع طبول الحرب تجاه محافظة إدلب صحيفة الوطن قالت إن قوات النظام دفعت بتعزيزات جديدة إلى جبهات أرياف حلب وحمى وإدلب في مؤشر على أن اتفاق إدلب يلفظ أنفاسه الأخيرة مصادر موالية تحدثت عن وصول عشرات الآليات التي تحمل معدات وعربات مدرعة ومئات الجنود من الفيلق الخامس والفرقة التاسعة إلى الجبهات الفاصلة مع المعارضة في حما وحلب واللاذقية فيما تزامن وصول التعزيزات العسكرية مع تصعيد القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام على ريفي حما وإدلب روسيا حليف نظام الأسد أعلنت في وقت سابق عبر نائب وزير خارجيتها سيرجي فيرتشينين أن العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال إذا تمت مؤكدا أن موسكو لن تسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا على حد وصفه تركيا الموقعة على اتفاق سوتي والضامن للفصائل المعارضة في إدلب اعتبرت خارجيتها أن الاستفزازات التي تجري في منطقة خفض التصعيد بإدلب لا يمكن اعتبارها ذريعة لشن عملية عسكرية واسعة في المحافظة كما اعترفت بوجود عناصر متطرفة في إدلب يبقى مصير محافظة إدلب مرتبطا بالتفاهمات التركية الروسية فهل ستنتهي قريبا هذه التفاهمات أم إن بحث ملفات أكثر أهمية قد يعطلها أو يلغيها وعلى المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا مراسلنا إبراهيم سويد من ريف إدلب ومعنا أيضا العقيد الركن عبدالله الأسعد المحلل العسكري والاستراتيجي من إسطنبول أهلا بكم طبعا أرحب بك سيادة العقيد إبراهيم كيف بدت الأوضاع في إدلب اليوم من حيث القصف والتحركات العسكرية للنظام نعم عمار سأبدأ الآن من هذا الخبر العاجل في هذه اللحظات عمار هناك قصفا مدفعيا وصاروخيا في هذه اللحظات يستهدف بلدة جرجناز وبلدة التحفي الريف الشرقي لمدينة معارة النعمان بالإضافة إلى قصف مدفعيا أيضا على قرية مدينة اللطامنة وأكفرزيتها هناك الآن قصفا مدفعيا وصاروخيا بيئة الصواريخ العنقودية تستهدف هذه القرى والبلدات عمار يوميا هناك قصفا مدفعيا وصاروخيا من قبل قوات النظام على عدة قرى وبلدات في الريف الجنوب وريف حماء الشمالي بالنسبة للتعزيزات العسكرية عمار كانت هناك أنباء وعدة مصادر ميدانية تحدثت منذ أسبوعين وحتى الآن عن مصول تعزيزات عسكرية إلى مناطق متاخمة مع المناطق المحررة ومناطق التماس تحديدا في تل ملح في الريف الشمالي لحماء بالإضافة إلى بعض النقاط القريبة في سهل الغاب وفي الريف الغربي لحماء تتضمن هذه التعزيزات مدرعات عسكرية وناقلات جند لكن بالنسبة للأوضاع في المناطق المحررة ما تزال النقاط التركية متواجدة في أماكنها هناك أيضا أرتال لوجستية تقريبا بشكل أسبوعي تصل إلى هذه النقاط وعمليات تبديل للنقاط لكن الخروقات عمار بشكل عام مستمرة على هذه المناطق طيب إبراهيم أرجو أن تبقى معي سيادة العقيد يعني وسائل إعلام موالية تتحدث عن تعزيزات عسكرية تجاه إدلب ما إمكانية قيام قوات النظام بعملية عسكرية على المنطقة من زوعة السلاح مساء الخير لك وللساء المشاهدين ولضيفك الكريم مساء الخير يعني بالمفهوم العسكري تعتبر ماركة إدلب بدأت من الناحية العسكرية أولا القصف على قرى تقع في منطقة خفض التصعيد هذه المنطقة التي تسمى المنطقة العازلة يعني لو كان هناك عملية جدية بالالتزام بمنطقة المنطقة المعزونة من السلاح في أرياف إدلب وفي إدلب لما سقطت عليها قدير فتن واحدة موضوع قصف الطيران يعني أن التمهيد المكفعي قد بدأ وبدأت الطائرات والمدفعية والصواريخ بالسقوط على هذه المنطقة هذا بالنسبة لموضوع الجو يعني طبعا دون أن تحرك ساكن أدوار الضامنة نهائيا وتغطي هذا الموضوع أي شأن الشيء الآخر تجمع القوات من مدفعية ومن دبابات ومن عربات ومن بيه وتمركز هذه النقاط طبعا كل هذا نتكلم في المفهم العسكري هنا بدأت تضع قوات النظام قواعد انطلاق بعد أن يقوم سلاح الجو والسلاح الصاروخي والمدفعي بتقريبا بتعطيل القدرة القتالية أو بإخراج أكثر من نصف القوات خارج المعركة يتم لجوم بري كل هذا الآن تدمير البنى التحتية لريف إدلغ والمناطق الموجودة ضمن منطقة خفض التصعيد ومنطقة منزوعة سلاح هذا يعتبر هو عبارة عن تدمير الحاضر الشعبية فقدان الحياة من هذه المناطق التي تقوم بتدميرها تدمير المشافي والمدارس وكل ما له من شأن أن يدعم حياة الثوار واستمرارهم وعملهم على الأرض كل هذا أصبح الآن تحت الخطر فلذلك سيادة العقيد كانية تشوب المعركة قائمة يعني مئة بالمئة طيب من هذا المنطلق هل يمكن القول أن أو هل يمكن أن يكون الاجتماع القريب في سوتي لأدول الثلاثة الضامنة تركيا روسيا إيران نهاية لاتفاق خفض التصعيد لسيما مع تصريح روسيا بأن الاتفاق بالأساس كان تدبيرا مؤقتا يعني في الواقع طبعا المسؤولين الروس طبعا صرحوا بأن هذه المنطقة لا يمكن أن تبقى بها هيئة تحرير الشعب التي منذ فترة سيطرت على كامل المحافظة والريح فلذلك يعني روسيا هي الآن أمام أوروبا وأمام أمريكا ضغط أوروبا وأمريكا على روسيا من أجل عدم إعادة الأعمار عدم ضم سوريا إلى جامعة الدول العربية واخذ مقعدها هذا الموضوع السياسي يعني لا بد أن تقوم روسيا طبعا وكل هذه التعليمات وكل هذه القرارة طبعا من روسيا وليس من أحد غيرها بأن المنطقة الليبي يجب أن تعود إلى نظام الأسد وحتى منطقة شرق الفراد لاحظنا تصريحات الروس المرتبطة بالتحركات العسكرية بأن لا فروف قال يجب أن تعود كل المناطق التي تنسحب منها القوات الأمريكية تعود إلى نظام الأسد هذا أفضل حل لدى الروس إذن الروس انفكوا من الاتفاق الموجود أو المتفق أو المتفق عليه مع الدول والضامل من تركيا وإيران وانضمت وانحازت إلى النظام الذي طبعا يسعى من خلال قوته العسكرية من خلال الميليشيات من خلال إيران من خلال روسيا وكل المرتزق التي قاتل معه بأن يعيد سيطرته على هذه الأماكن واستفاد النظام أيضا من ناحية أخرى هي تحرير المناطق التي كان قد سيطر عليها ثوار وعادت احتلالها من جديد وإدخال وزج أبناء الشعب السوري في الجندية الإجبارية وفي الاحتياط من أجل أن يكونوا هؤلاء عبارة عن عناصر في هذه المركة القادمة أشكرك جزيلا شكر من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجية العقيدة الركن عبد الله الأسعد شكرا لك بالعودة إليك إبراهيم ماذا عن الصعيد الإنساني؟ ماذا عن حركة النزوح الأخيرة نتيجة تصعيد القصف على ريف إدلب الجنوبي وريف حمام؟ ماذا عن الوضع الطبي؟ نعم عمار بالنسبة للوضع الإنساني ووضع الأهالي في المناطق منزوعة السلاح والمناطق التي تتعرض بشكل عام لقصف المدفعين بشكل يومي هناك ما تزال حملة النزوح مستمرة باتجاه الشمال السوري وباتجاه مناطق أكثر أمنا عمار هناك قرى ومدن بأكملها الآن باتت بدون سكان مدينة جرجناز تمانعة أتح هذه القرى وهذه البلدات وهناك أيضا بلدات في ريف حمام الشمالي أيضا جميع هذه القرى نزحت باتجاه الشمال السوري نتيجة القصف المكثف على هذه القرى هناك تخوف من الأهالي أيضا ومن استهداف المشافئة الميدانية والمشافئة الموجودة في الشمال السوري وهي مشافئة بدائية نتيجة قصفها سابقا هناك بعض الموقات الطبية متزال متواجدة لكن هناك تخوف من قبل الأهالي ومن قبل الكوادر الطبية من استهداف هذه المشافئة كما بشكل عام هناك حركة نزوحة الآن أصبحت أكبر من قبل نتيجة تكتيف القذائف المدفعية وخصوصا بعد استخدام اليوم هذه الأيام يستخدم النظام والقذائف العنقلدية وهي تسبب ضرر كبير على الأفراد والأهالي المتواجدين في الشمال السوري أشكرك جزيل الشكر من ريف إدلب مراسلنا إبراهيم سويدا طالبت على هيئة السياسية في إدلب تركيا بحماية المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب يأتي ذلك مع استمرار قوات النظام بقصف ريفي حماو إدلب ما أوقع عشرات ضحايا في صفوف المدنيين منذ توقيع اتفاق سوتي حول إدلب بين تركيا وروسيا لا يكاد يمر يوم دون أن يخرق الاتفاق نظام الأسد وحليفه الروسي قوات النظام عبر مدفعيتها وراجمة صواريخها تقصف أرياف إدلب أحما بشكل مكثف مخلفة ضحايا في صفوف المدنيين كان آخر قصف المدفعية على مدينة خانشيخون جنوب إدلب والذي أوقع عددا من القتلى بينهم أطفال ونساء الهيئة السياسية في إدلب طالبت الحكومة التركية بتحمل مسؤولياتها حيال حماية المدنيين باعتبارها أحد الضامنين لاتفاق خفض التصعيد ونشدت الهيئة في الوقت ذاته المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لوقف هذه القروقات ومنع نزوح أكثر من مليون ونصف المليون نسمة قصف النظام المستمر على رفي إدلب الجنوبي وحمى الشمالي دفع حوالي 85% من سكان المنطقة منزوعة السلاح للنزوح بحسب بيان نشره فريق منسق الاستجابة البيان أكد أن وطيرة الأعمال العدائية تزايدت على مناطق خفض التصعيد حيث وثق قصف النظام 61 نقطة معظمها مأهولة بالسكان منذ توقيع الاتفاق التركي الروسي قبل نحو خمسة أشهر تصعيد النظام المستمر في رفي إدلب وحمى دفع عدة بلدات لإعلانها منكوبة خصوصا بلدتا جرجناز والتح جنوب إدلب ومدينة كفرزيتا في ريف حمى الشمالي شاهدنا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير الأزمات المعيشية تتفاقم في دمشق وحلب والنظام عاجز عن إيجاد حل لها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد أعلنت قوات سوريا ديمقراطية انطلاق معركتها الأخيرة ضد ما تبقى من سيطرة لتنظيم الدولة في الجيب الأخير بقرية الباغوزة شرقية دير الزور في الوقت الذي حاول التنظيم فيه شن بعض الهجمات المتفرقة في المنطقة في قرية الباغوز شرقية دير الزور آخر جيب يتحصن فيه تنظيم الدولة أطلقت قوات سوريا الديمقراطية بدعم التحالف الدولي ما اسمته المعركة الأخيرة المكتب الإعلامي لقسد أعلن انطلاق ما وصفه بالمعركة الحاسمة ضمن المرحلة الأخيرة من حملة عاصفة الجزيرة للقضاء على من تبقى من مقاتلي التنظيم في آخر قريتين على الحدود السورية العراقية وأزدال الستار نهائيا على الوجود العسكري للتنظيم في المنطقة وتحدث المكتب عن تعامل القوات بصبر خلال الأيام العشر الأخيرة ليتم خلالها إجلاء أكثر من عشرين ألف مدني من الجيب الأخير قصف التحالف لمقاتلي التنظيم في الباغوز كسر عشرة أيام من صمت شبه مطبق على خطوط التماسي شرقية الفرات وأدى إلى هروب مقاتلي التنظيم عبر القوارب إلى الجهة الغربية من نهر الفرات ليشتبك الهاربون مع عناصر النظام فيما غدا من نجى منهم ضحية قصف طائرات التحالف في حين تواردت أنباء عن هجوم غماسيين استهدف أجزاء من حقل العمر النفطي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها دون أن ترد تفاصيل عن وقوع خسائر في الطرفين حي الكتف بالبوكمال شهد أيضا اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام التي أعلنت إلقاء القبض على عنصرين للتنظيم من الجنسية السعودية إترى تسللهم عبر النهر نزع قبضة التنظيم من مناطق نفوذه شرقية دير الزور قد لا يعني بالضرورة انتهاءه إذ لا تزال فلوله متناثرة على امتداد المناطق الصحراوية بين العراق وسوريا قالت رئيسة الهياء التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهم أحمد إن مسؤولي الإدارة الذاتية أجبروا على اللجوء إلى روسيا ونظام الأسد للمساعدة في حماية المناطق الخاضعة لسيطرتهم واعتبرت أحمد خلال لقاء الصحفية أن ما جرى ليس جيدا وأن المجلس لا يرغب به وأضفت أنه في حال تم منح القوى للنظام على حدودهم فإن ذلك يعني فشل المشروع الديمقراطي الذي تم بنائه وفق تعبيرها تزايدت المخاوف من انعكاس تطور التجارة بين النظام الإدارة الذاتية على الحالة المعيشية في شمال شرق سوريا مع انحسار في توفر مواد أساسية من المحروقات والغاز إضافة إلى تقنين جديد في ساعات الكهرباء اتهامات للإدارة الذاتية باختلاق الأزمات وتساؤلات عن السبب بدأت تطفو على السطح مع ضعف توفر المواد الأساسية في مناطق الجزيرة السورية وتراجع في مستوى الخدمات المقدمة شرق الفرات الذي يكاد يعوم على بحر من النفط والغاز والحبوب بات على شفاك ريثة معيشية بعد أن خيم شبح فقدان المحروقات على المنطقة وانحسار ساعات منح الكهرباء إضافة لتقنين الطحين للأفران في الوقت الذي تضاعف فيه إنتاج النفط والغاز مع تشغيل آبار إضافية في محافظتي الحسكة ودير الزور صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية كشفت أن قوات سوريا الديمقراطية تلعب دورا في تزويد نظام الأسد بالنفط رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من الصهاريج المحملة بالنفط الخام تغادر يوميا من مناطق سيطرة قسد لتسلم النفط إلى مجموعة القاطرج المشمولة بالعقوبات والتي تتولى بدورها تسليمه إلى مصافي النظام القيادي الكردي شهين أحمد نوها إلى أن الإدارة الذاتية تتحكم بثلاثة سدود رئيسية منتجة للطاقة الكهربائية بالإضافة إلى محطات توليد أخرى متهما منظومة حزب الاتحاد الديمقراطي بيديه بمغازلة النظام وتقديمها الرشاوي له لتحسين علاقتها به على حساب الشعب المخاوف تتعاظم من أن ينعكس تطور العلاقات التجارية بين النظام والإدارة الذاتية في حقول النفط والغاز والقمح على الشعب والنازحين شمال شرق سوريا وعلى المزيد معنا الأستاذ باز بكاري الكاتب الصحفي من باريس أهلا بك أستاذ باز على شاشة حلم اليوم بداية إلى أي مدى يمكن للتجارة مع نظام الأسد أن تحدث أزمة معيشية شمال شرق سوريا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين بالنسبة للتجارة مع النظام ليس هناك تجارة مباشرة أو بشكل رسمي بين الإدارة الذاتية والنظام لأن الطرفان لا يعترفون بعضهم البعض ولكن هناك تجار يقومون بنقل والاتجار في هذه المناطق ونقل البضاعم إلى المناطق الإدارة الذاتية وإلى مناطق النظام وحتى هناك مناطق المعارضة السورية إلى سيطرة المعارضة هناك معابر بين هذه الأطراف حتى قبل الآن قبل أن يفقد تنظيم داعش سيطرته على مدينة الرقة ودير الزور كان النفط يخرج من دير الزور إلى الرقة ومن ثم إلى مناطق المعارضة وإلى عفلين وإلى مناطق أخرى وحتى إلى تركيا أيضا القضية هي قضية مصالح اقتصادية بين تجار كبارية تحكومون بها طيب الآن هذا الموضوع يعني الآن هناك أزمة في مناطق سيطرة النظام في حال تم هناك تصدير الغاز وغيره لمناطق هل سيؤدي ذلك لحدوث أزمة في مناطق سيطرة قسد؟ الأزمة موجودة سابقاً يعني أزمة الغاز وأزمة هذه المواد حتى المواد التموينية أيضاً موجودة سابقاً يعني هناك شحن في موارد بشكل عام في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بحكم أنها شبه محاصلة يعني علاقتها مع المعارضة التي ستعلم ما يرام علاقة الحدود مع تركيا مغلقة علاقة مع النظام يعني مبطربة في أيام تكون المعابر مفتوحة وتكون الحركة التجارة طبيعية وأيام أخرى يكون هناك أغلاق لهذه الحركة وتوقف لهذه الحركة القضية هنا يعني أعيد أكرر يعني قضية هي قضية مصالح اقتصادية بين التجار هم تجار حرب بكل معنى الكلمة يعني سواء في مناطق النظام أو حتى المعارضة أو حتى قوات سوريا الديمقراطية يعني هناك تجار يتحكم بهذه الأمور وهم بالنتيجة يعني المواطن المدني العادي هو الذي يدفع ضريبة هذه الأمور يعني قبل الآن كان هناك شحن للسكر يعني كان هناك قطاع كامل لمادة السكر في مناطق الإدارة الذكية وفجأة يعني بدأت المخازن أنه تفتح طابعة وخرجت كميات كبيرة من هذه المادة أشكرك من باريس الكاتبة الصحفي الأستاذ باز بكاري شكرا جزيلا لك قالت صحيفة الشرق الأوسط إنه ترسخت لدى كثيرين في دمشق قناعة بأن حياتهم المعيشية لن تتحسن بل ستزداد صعوبة أكثر مما كانت عليه في فترات اجتداد الحرب بسبب عجز النظام عن تجاوز أزمة توفير مواد الطاقة إضافة لغلاء المعيشة هذه الفئة أول أصدار لها كان عام 1958 كانت تساوي حينها نحو 139 دولار أمريكيا واليوم تساوي أقل من دولار واحد العملة السورية تفقد قيمتها بشكل مستمر منذ بداية العام الحالي ليتخطى الدولار اعتبت الخمسمائة ليرة وترتفع بالمقابل جميع الأسعار أسعار المواد الغذائية في مدينة دمشق تشهد ارتفاعا كبيرا وملحوظا خلال اليومين الماضيين تزامنا مع ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة صحيفة الشرق الأوسط قالت إنه ترسخت لدى الكثيرين في دمشق قناعة بأن حياتهم المعيشية لن تتحسن وستزداد صعوبة أكثر مما كانت عليه في فترات اجتداد الحرب بسبب عجز النظام عن تجاوز أزمة توفير مواد الطاقة وغلاء المعيشة الطبقة الوسطى السورية تراجعت بشكل كارثي بحسب ما نقلت الصحيفة عن مراكز بحث محلية بينما تشير التقديرات الأممية إلى أن النسبة العظمى من السكان أصبحت من طبقة الفقراء مقابل قلة قليلة من أثرياء الحرب التي التفت على عنق الاقتصاد خلال السنوات السابقة حلب المدينة الموازية لدمشق بثقلها الاقتصادي والسكاني تعاني هي الأخرى من أزمات لا يجد النظام سبيلا لحلها أبرزها أزمة المواصلات الخانقة بسبب انخفاض عدد الحافلات إضافة إلى تهدم العديد من المنازل فوق رؤوس قاطنيها الفقراء حلب ودمشق عاصمة التجارة والاقتصاد في سوريا تعيشان على وقع أزمات لا تنفك تحاصرهما وتنهي كقاطنيهما على مرء النظام الذي لا يحرك ساكنا نقلت صفحة مولية خبر سرقة أحد المقامات الدينية في مدينة بانياس وأضافت الصفحة أن مقام الشيخ هلال في حي القصور بمدينة بانياس تعرض لسرقة أسطوانة غاز مشيرة إلى أن السرقة قام بخلع نافذة غرفة المقام وصرق أسطوانة الغاز فيما قالت صفحة بانياس الآن إن من تعرض للسرقة غرفة يتم فيها وضع الأشياء العامة لخدمة زوار المقام توفي الفتى يامان نزهى البالغ من العمر 15 عاما بعد أسبوع كامل على إخراجه من المبنى الذي انهار في حي صلاح الدين بمدينة حلب ونقل الفتى إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج فور إخراجه من تحت ركام المبنى وبحسب ما ذكر إعلام النظام فإن حالة الفتى استقرت وتحسن وضعه الصحية وفاد مراس الحلب اليوم بأن الفتى توفي لأسباب مجهولة وتم وضع جثته في براد المشفى ريثما يأتي أحد أقربائه لاستلامها بدأ نظام الأسد باستدعاء رجال الإطفاء في المناطق الخاضعة لسيطرته للخدمة العسكرية الاحتياطية وأفد موقع داماس بوست الموالي بأن رجال الإطفاء فوجئوا برفض استبعادهم من الخدمة الاحتياطية بدعوى تأخر تسليم لوائح الأسماء المستبعدة التي سلمت بعد يوم واحد فقط من طلبها فيما قال مصدر في فوج إطفاء دمشق إنه كان يملك 750 رجل إطفاء بات الآن حوالي 424 فقط بينهم مصابون غير قادرين على العمل الفعلية وأن 34 رجل إطفاء استدعوا للخدمة الاحتياطية دون تبليغ الفوج المسؤول عنهم مشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير المجلس المحلي في الباب يطلقه مشروعا لإصلاح الطرقات المتضررة في المدينة نعيش في عالم نبني فيه أراءنا وأفكارنا اعتمادا على ما يصل إلينا من وسائل الإعلام لذا من ضروري أن نتابع إعلاما مستقلا الإعلام المستقل يسائل أصحاب القوى في القضايا التي تهمكم الإعلام المستقل يحارب الفساد ويحسن تقديم المسؤولين للخدمات العامة سوريا اليوم بحاجة أكثر مما مضى لإعلام المستقل الشعب السوري العظيم يستحق إعلاما مستقلا تابع الإعلام المستقل تابع حلب اليوم أرقام ومؤشرات ترتفع وتنخفض خسائر بمئات المليارات ونزيف بالثروة البشرية تضرر كبير بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية نقترب من الناس ونصلط الضوء على همومهم وإنجازاتهم ونحلل واقع الاقتصاد السوري ونناقش مستقبله مع خبراء اقتصاديين كل ذلك في برنامجكم اقتصاد سوري أقدمه لكم أنا براء باشا على قناة حلب اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في سوريا مروى عوض حذرت من تدهور حاد للأوضاع في مخيم الركبان الذي يقتنه أكثر من أربعين ألف نازح وقالت عوض في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن مخيم الركبان يعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدتها المنطقة مضيفة أن النازحين في المخيم يابتون في أكواخ متناثرة من الطين لا توفر لهم حماية كافية من العوامل الجوية خاصة في فصل الشتاء صلت البنك الدولي الضوء على معاناة اللاجئين السوريين خصوصا الذين يفكرون بالعودة لبلادهم وقال البنك في تقرير مفصل له تحت عنوان تنقل النازحين السوريين تحليل اقتصادي واجتماعي قال إن انعدام الأمن يعد من أهم العوامل التي تمنع السوريين من العودة إلى بلادهم مؤكدا أن سوريا أصبحت مرتعا لكافة أشكال انعدام الأمن كالاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان عثرت الجندرمة التركية على ثماني جثثين لسوريين بينهم نساء وأطفال قرب الشريط الحدوذي مع سوريا وقال مصدر طبي في مشفى أنطاكيا الجامعي التركي لوكالة سمارتا إن الضحايا السوريين قضوا نتيجة البرد القارص بعد أن ضلوا طريقهم خلال محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية عبر طرق غير شرعية دون تحديد المكان الذي قضوا فيه ولفتت مصادر محلية بمحافظة إدلب إلى أن المهربين يستغلون الأجواء الغائمة والضبابية لتهريب اللاجئين السوريين إلى تركيا نظم ملتقى البيت الحلبي حفلا لتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي بهدف دعمهم وتأمين احتياجاتهم إصابتي لن تعيق حياتي تحت هذا العنوان نظم ملتقى البيت الحلبي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي حفلا لتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الأعمار ومساعدتهم وتأمين ما أمكن من احتياجاتهم اليومية نقيم حفل تكريم لذوي الاحتياجات الخاصة الذين غاب عنهم الكثير بسبب الحرب قمنا بإطلاق مشروع إصابتي لن تعيق حياتي وهو يوم طبي مجاني والأول من نوعه في الشمال السوري وخاصة في منطقة عفرين ونتمنى استمرار هذا المشروع لإيصاله لكافة زوي الاحتياجات الخاصة في كل الشمال السوري الحفل ضم أكثر من خمسين شخصا من زوي الاحتياجات الخاصة سواء من المهجرين أو من أهالي النطقة وشمل العديد من الفعاليات لا سيما منحهم كراسية متحركة إضافة لتوزيع سلال غذائية وتأمين المواصلات إيابا وذهابا يعني بعانوا من شلل دماغي تطور حرقي روحي شديد مرضهم عرفت شلون؟ بالنسبة لغوائل ولا شي ماء والله مصلى عن النبي وبحاجة دائما لغزاء عرفت شلون؟ لأدوية لأفوار تحفظوا الاثنين أنا أفرحت له كتير يعني كل هذا ما شفت شي لأبني يعني شي عب ساعده شي عب هذا ابني كتير محاجي يعني له حفظات ما بيأكل إش من كام بده أدوية كتير بده أدوية هاي أول مرة منشوفه ياريت عطول يعني هيك مثل هيك هالولاد كتير بحاجة يعني كتير في عالم هيك وعندي أنا ابني وبعرف كتير في عالم فيه بحاجة وفق المؤسسات المحلية التي تعنى في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة فإن منطقة عفرين تضم نحو 750 معاقم عدد قد يتطلب بذل جهود كبيرة لمساعدتهم عاد أطفال قرية براغيدا في ريف حلب الشمالي لمقاعدهم الدراسية بعد جهود كبيرة بدلها المجلس المحلي لإعادة ترميم وتأهيل المدارس في المنطقة هكذا كان الحال في مدارس قرية براغيدا شمال حلب بعد أن تعرضت لدمار كبير خلال العمليات العسكرية التي دارت مسبقا في القرية لكن أعمال الترميم السريعة هذه سرعان متحولت إلى لوحات على جدران المدرسة بعد عودة طلابها مجددا إلى مقاعدهم التعليم كان على زمن داعش الإرهابية كانت المنطقة مدمرة والجيل شبه معدوم تعليم خالص ما فيه نهائيا الحمد لله الآن وخاصة للسنة فيه قبال شديد من الأهالي على التعليم ومدارسنا أصبحت جاهزة لاستقبال الأعداد الكبير المتواجدة ضمن المنطقة المحررة المجلس المحلي في القرية وبالتنسيق مع منظمة الإغاثة التركية عملا معا على إعادة تأهيل وترميم المدارس وعودة نحو خمسمائة طالب وطالبة إلى العملية التعليمية بعد انقطاعهم عنها والاتجاه نحو الأبنية البديلة وعن نبعث أطفالنا ونحن مرتاحين للمدرسة والحمد لله على كل من سام في هذه المدرسة وإن شاء الله سنرى مستقبل زاهي لهالأطفال لكون المدرسة شغالة والأسازة أحسن ما يكون وكل الخدمات موجودة من أحسن ما يكون مئات الآلاف من الطلاب في سوريا حرموا من حق التعليم بيد أن المشاريع المشابهة التي تقوم بها المجالس المحلية في الشمان السوري أعطت التعليم أولوية لتدارك مستقبل أجيال فقدت معظم حقوقها أطلق المجلس المحلية في الباب بريف حلب الشرقي مشروعا لإصلاح الطرقات في المدينة وذلك رغم ضعف الإمكانيات العزمة بدأت بلدية مدينة الباب في ريف حلب الشرقي مشروعا لإصلاح شوارع المدينة التي تراكمت فيها المطبات والحفر نتيجة القصف والمعارك التي دارت على أرض المدينة سابقا وغياب الخدمات عن البنى التحتية لسنين طويلة نقوم البلدية الآن برصف الحجر في الشوارع الرئيسية في مدينة الباب طبعا الشوارع في مدينة الباب هي بحاجة إلى بناء تحتية بالكامل ولكن نقوم الآن كحل إسعافي في شوارع مدينة الباب لتخفيف العبء عن الأخوة المواطنين أصحاب السيارات وأصحاب الدراجات وكل المواطنين في مدينة الباب لجأت بلدية الباب إلى طرق بدائية في إصلاح الطرق كاستخدام الطوب الحجري والإسمنت بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة وعدم توفير الإسفلت اللازم لإصلاح الشوارع وتعبيدها من جديد إضافة لوجود مشاكل في شبكتي المياه والاتصالات يتوجب إصلاحها ولو في وقت لاحق التأثير إيجابي يعطي منظر حضاري أفضل من الوضع السابق بسبب القصف صار عندنا جوار كثير بالطرقات صار أعطال السيارات نحن نتمنى يكون منظر المدينة حضاري وتجميل الطرقات بشكل يكون جيد يعني لو كانوا مزفتين زفت أفضل من هذا الحجرة بس زمان وجد زفت يعني هذا أفضل ما يظل الطريق مكسر 60% من البنى التحتية في مدينة الباب تضررت مسبقا بفعل العمليات العسكرية وفقا للمجلس المحلي لسيما شبكات المياه والكهرباء والاتصالات في المقابل تدور عجلة الإصلاح وإعادة الإعنار بشكل بطيء في ظل نقص في الإمكانيات والمعدات اللازمة لإيصال البنية التحتية إلى المستوى المطلوب مالك أبو عبيدة حلب اليوم من ريف حلب الشرقي نهاية النشرة ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكترونية حلبتداي تيفي دوت نتا دمتم برعاة الله وحفظه بإمان الله اشتركوا في القناة